الوائلي أحمد الوائلي هو الناطق الرسمي العقائدي باسم المرجعية السيستانية وهذا ديوانه هذا هو ديوان الوائلي هذه طبعة مؤسسة البلاغ بيروت لبنان الطبعة الأولى 2007 ميلادي صفحة 345 قصيدته التي هي بعنوان بغداد نظمت عام 1960 ميلادي أولها بغداد ساء بك الهوى أم طاب سيظل وجهك رائعا جذاب إلى أن يقول الوائلي وهو يتمجد ببغداد حتى يصل إلى مدحي العباسيين القدماء قتلت العترة الطاهرة فهو يمدح هارون قاتل الإمام الكاظم ويمدح المأمون قاتل الإمام الرضا ويمدح المعتصم قاتل الإمام الجوات يقول الوائلي صفحة 348 في قصيدته بغداد سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا أي مجد مؤثل يا أيها الوائلي يا أيها الناطق الرسمي العقائدي السيستاني أي مجد مؤثل للرشيد هذا لهذا السفي سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا مجده الذي كان يمثله ولده الأمين محل خصيان أي مجد مؤثل هذا ما ولده المأمون هو الذي يتحدث عن آبائه وأعمامه من أنهم يمسون مركوبين قرأت عليكم ما جاء في رسالته إلى أعمامه وعشيرته سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآدابة وصدا لمعتصم يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب حكاية لا صحة لها وصدا لمعتصم يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب دعبا يخاطب المعتصم فيقول ملوك بن العباسي في الكتب سبعة يتحدث عن الكتب التي أخبرت عن الملاحم ملوك بن العباسي في الكتب سبعة يعني تنتهي بالمأمون المراد منهم الخلفاء الأقوياء الخلفاء الضعفاء بدأوا من زمان المعتصم ملوك بن العباس في الكتب سبعة ولم تأتي بثامن لهم الكتب لأن المعتصم كان ثامنا كذاك أهل الكهف في الكتب سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب وإني لأعلي كلبهم دونك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب وإني لأعلي كلبهم دونك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب هذا شاعر أهل البيت ما هذا الأخرق هذا شاعر النجف هذا شاعر الحوزة والمرجعية وهذا هو الناطق الرسمي باسم المرجعية السيستانية ألا لعنة على هارون ألا لعنة على المأمون ألا لعنة على المعتصم ألا لعنة على هذا المنهج العباسي البتري الأخراق أتعلمون أن ديوان الوائل هذا ما فيه بيت واحد عن الإمام الحج أقول هذا عن تتبع وتدقيق ما فيه بيت واحد وإنما يمدح فيه قتلة أهل البيت القضية لا تقف عند الشاعر حتى يقال قول شاعر في مجالسه على منبر الحسين رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 32 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائل وهو يمتدح المأمون لعنة الله عليه قاتل الإمام الرضا أكبح الناس كان الرشيد يلعبوية زبيدة يوم من الأيام يلعبون قداع قمار فبأثنا القداع بأثناء القمار قالت اشترطت عليه إذا غلبته أن يحكمها بما تريد وفعلا غلبته قالها أنت محكمة بما تريدين قالت للابد وأن تضاجع مملوكتك هاي جاريتك الضاجعها جارية من أقبح الجوارئية نعم ضاجعها طلعت المأمون وترى المأمون ماكو أروع منها لا تتصوى يعني المأمون لك ما تلقى لنظير عند العباشين أبدا مأمون روعة يعني فالنموذج جدا رائع مشرف هلأ أحتاج إلى تعليق ها هو يمدحه في الشعر ويمدحه في النذر القضية القضية لا تقف عند المأمون ها هو يمدحه في الشعر من المأمون تريدون أن تتأكدوا رجاء أن أعيدوا بث الوثيق كان أقبح الناس كان الرشيد يلعبوها زبيدة يوم من الأيام يلعبون قداع قمار فبأثنا القداع بأثناء القمار قالت نشرفك عليه إذا غلبته أن يحكمها بما تريد وفعلا غلبته قالها أنت محكمة بما تريدين قالت للابد وأن تضاجع مملوكتك هاي جاريتك الضاجعها جارية من أقبح الجوارئية كانت نعم ضاجعها طلعت المأمون وترى المأمون ماكو أروع منها لا تتصوى يعني المأمون لك ما تلقى لنظير عند العباشين أبدا مأمون روعة يعني فد نموذج جدا رائع مشرف المأمون روعة يعني فد نموذج جدا رائع مشرف طيح الله حظ المرجعية اللي تتخذ ناطقها الرسمي ويكون منطق المرجعية هذا المنطق الطايا حظه رجاء أن اعرضوا لنا الوثيقة رقم 27 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي إنه يمتدح المعتصن هذا المأبون هذا المأبون الذي كانت أبنته شهيرة بين الناس يمتدح المعتصن قاتل إمامنا الجوات صلوات الله وسلامه عليه رجاء أن اعرضوا لنا الوثيقة وحتى المعتصن المعتصن إنما غزة عموريا ليش غزة عموريا لينا يجلوه الخبر أن امرأة ضربها مسلمة ضربها جلواج على وجهها صاحة وامع صماء المعصم هذا هو نقلوه للخبر قالو له هاي مجبتك يعني استنجدت بيك صاحة وامع صماء ونتريدك بينما هي لا المرأة كانت يقول وامع صماء والرجل على هالكلمة جهز لجيش وغزى المنطقة وحرر النساء المسلمات وضرب مثل رائع بالنجبة زين اش ياريت عندنا شيء من نخوتهم اي والله ومن رجولتهم في تلك الايام ما ابن هالان نساء المسلمين في كل مكان تسبع وتضرب واحنا تمام اخذ من عندنا خطب ايه تبعدنا استنكار ابتداء شديد اللهجة ما يقول واحد من السعراء رب وامعت صماء انطلقت ملأ افواه الصبايا الوكامي لانكت اسماعهم لكنها لم تلانس مخوة المعتصمي اسمعي نوح الحزانة وطردي وانظري دمع الوكامة وانطلقت ملأ يتمنى الوائلي ان تكون عنده نخوة المعتصم لعنة الله عليه يقول يا ريت عندنا شيء من نخوتهم اي والله ومن رجولتهم في تلك الايام هذا هو وائليكم وهذا هو سيستانيكم وهؤلاء هم عباسيكم يتمنى الوكامة